السلام عليكم ورحمة الله أهلا بكم في الموجز الرياضي استضافت حلبة البحرين الدولية موطن رياضة سيراتة بالشرق الأوسط سباق دراكفايتل للسرعة وذلك على المضمار الخاص بهذه الفعالية واسط حضور جماهيرين كبير من عشاق رياضة أسرع وبمشاركة عدد من المتسابقين من البحرين ودول الخليج العربي تعتبر الفعالية هي الأولى من نوعها في المنطقة حيث يبدأ تنافس من سرعة أربعين كيلو متر في الساعة ولمسافة أربعمائة متر طبعاً هدفنا كان نشيل الناس اللي قالت سابق في الشارع أن يبهم إلى حلبة البحرين الدولية أحسن حلبة في العالم والمفروض أن نأخذ الناس اللي خليهم يسابقون في المكان الصحيح عندنا الحضور طبعاً من الدول الخليج خصوصاً من الكويت المسعودية الشباب ما قصروا يعطيهم العافية وإن شاء الله في الفعالية اليوم نقدر نجتذب ناس أكثر من البحرين وناس أكثر من دول الخليج البواقية رد المنام الدين للأهل بعد أن تفوق عليه بـ 78 نقطة مقابل 62 في الجولة الثانية من نهاء دوريزين البحرين لكرة السلة وأتألق من جانب المنام اللعب البهامي كاديم كوبلي بالذي سجل 19 نقطة كما أضاف محمد حسين 16 نقطة وبهذا الفوز يتساوى الأهل مع المنام بمباراة واحدة لكل فريق ويذكر أن اللقاء الثالث سيقام يوم الأربعاء المقبل المنام يحاول يكسب الفوز للرابعاء